صالي 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 ثانية واحد يا كيمي ايوه يا مامي في ايه؟ تك مأوه لما يشحتارك انت مش سامع الباب؟ ايوه سامعه بس بكلم كيمي على التلفون يا سلام هي حطير ست كيمي بتاعتك دي؟ افتح الباب وبعد انا باكلمها هو انا كنت نخدام بتاعكم خدام يا قليل الادب؟ روح افتح الباب بدل ما اعملك يوه ايش معنى يعني مرتش لمي؟ يوه؟ والله انت واد ما تربيتش وانا بقلح اربيك هالبيبي ياسن اوه ايه ده؟ ايه ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل انها عيال ما تربيتش؟ فاكر اني الخدامة اللي جابها لهم ابوهم اهدي بس يا انجي اهدي بس يا حبيب خلاص من النهاردة كل واحد يخدم نفسه الخدامة جابت اخرها اهدي يا انجي ما يصحش كده الله الهدو ما بقاش ينفع يا حبيبتي بالنهاردة حيشوفه واش دقاني مش قلصة العربة المتطلقة اهدي بقى يا انجي ما يصحش اللي انت بتعمليه ده الله قوليني ما جيتيش الجرنال النهاردة ليه؟ جرنال؟ متجيب ليش سرط الشغن خالص انا في اجازة مفتوحة انا خلاص نفسي ايتي تعبانة واعصابي تعبانة وعايز الفتاح اجازة مفتوحة؟ يعني انتي وعالي هتاخدوا اجازة وعالي كمان خد اجازة متجيب ليش سرط البناء ادم دخانة سامحة؟ ولو كنتي جاية النهاردة علشان تتكلمي عنه فتفضلي طلعي من غير مطروض يا نهار يا سويد يا نهار يا سويد انتي بتتردس عبدك بتتردس عبدك اللي انتي من واحدة يا انجي ده شب شب يا هاتي ايوة بتتردك ايه رأيك بقى وانا مليش صحاب ومليش اي حد مليش غير ربنا بروحي وبس الي ايوة تترس في حواجبك يا علي عزبي الله ونعم الوكيل سامير بتعمل ايه عامدك؟ انجي شكلها كده جالها ضيوف طب وانت مالك؟ وانا مالك زي؟ جارتنا وحالتها منكسرة وجالها ضيوف مش لازم برضو نتطمن عليها يا سلم من امتى يعني؟ حبيبتي يا فريد واحد ابن حرام استغلى فرصة انها قاعدة لوحدها وهو عارف كده طلع قتلها وقتل العيال وسرق اللي في التلاجة وكسر العفش وبهتل الدنيا زنب الحاجات دي كلها في رقبة مين؟ في رقبة طلقها يا سامورة لا والجيران كمان بص يا سامورة بقى انجي دي قالت ان انت وانا كنا السبب في طلقها من جوزها من فضلك بقى سبها في حالها ايه دا؟ ايه السودة؟ ايه؟ لحده طلع السلم يكون هو طلع ياخد حاجته؟ هو مش غاد حاجته؟ وانت مالك؟ انا عايز افهم بتخليك في حالك؟ اصلا بشوف حاجات اشكال غريبة طلعة اشكال غريبة هنود وعرب وامريكان وحاجات غريبة طلعة ايه دا؟ اعمل برج مراقبة ولا ايه حبيب؟ خليك في حالك؟ فاهم ولا لا؟ وضا صيف وموسم لمعلوماتك بقى عالي؟ اجر الشقة اللي بي لوحده؟ المحظوظة مش كنا نبقى بتقول ايه؟ مع بعدينا مش هتنامي بقى؟ ايه يا حبيب؟ مش ليني نوم؟ يا سلام على عيشتي الحرية وبقيت فجالنا الوحدية اخيرا 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 بقيت لوحدة الاول مرة من 13 سنة اخيرا محدش هيقول لي اقلع الكازمة برا انا لسه منظفة قال لسه منظفة قال وهي اخير هتنظف جيبي بس كل شهر حافظه على نظفة البيت يا اولاد هي فين نظفة البيت دي؟ اللي هنحافظ عليها مالبيتة العمرو زريبة انا طلع عيني في الشغل ونضفة البيت من الصفح النهاردة هنأكل اي حاجة محنا كل يوم بناكل اي حاجة مش عارف كانت بتودي مصروف البيت فين دي؟ ده انا ربنا نجاني شريف ده عايز ايه دلوقتي ده علو علو لي هاور يو مان؟ اهلا يا شريف اهلا يا حبيبي انت فينك يا علوة محدش شافك يعني من يوم المتش كنا عايزين نحتفل سوا من يوم المتش؟ وانت متعرفش حصل ايه بعد المتش؟ لا اعرفت من عشان كده بابتصل للطمن عليك بقولك ايه؟ ما تيجي توقض معايا بدل ما انت قاعد فوق لوحدك وانا قاعد هنا لوحدي وانت عارف انما نلوت تثبتني فبدل ما انت قاعد لوحدك وانا قاعد لوحدي ما تيجي توقض معايا عشان انا ما بحبش اقعد لوحدي يخربت راجي اهلك لا انا عايز اقعد لوحدي اه طب علوة بقولك ايه انت هتتعش ايه؟ هتعش سمكة سنجاري ورز صيادية ويت مش رز الصيادية ده اللي هو بيبقى ببصل وبيتحط على ليله الأحمر رد كده يعني؟ تقريبا ليه؟ اه طب اصلا انا قلت نحط عشايا على عشاك وبدل ما انت بتعشة فول وحدك وانا بتعشى هنا الوحدي وانت عارف ان منال صابتني فبدل ما بتتعشل وحدك وانا بتعشل وحدي وانت عارف انى ما بحبش بتعشل وحدي وانت هتتعشة ايه؟ فول حراتي فانتاستيك لا مارسي انا حناب خطيب يا حبيبك انت طول عمر قوي قال لا يا انجي انا مش عيجبني انت فيه ده خالص معلش يا كاميليا معلش العيال مجننيني تهين الشاي يا ماين خلاص يا مامي بعمله هو جاية يا حبيبتي انت العيال طول عمرك مجننينيك بس بالطريقة دي عمر ما شفتك مجلونة كده اهدي شوية بقى يش بقى اعمل ايه طعبانة مين اللي جايلنا السعادي افتحي الباب يا ماين ما تخلي سولي هو اللي افتح مانا بعمل الشاي سيبي اللي في ايدك وروح يفتحي الباب وعديا رجعي كمالي مش كده ابدا يا انشي تعيبت تعيبت شايا هو فيش غيري في البيت ده ولا ايه يا قليلت الادب ما ترديش عليا عشان انا ممكن اسيب لوكو البيت واهج ما خلاص بقى خلاص بقى تعبتي اعصابي ايش ساعة واقف عالباب ايه ده شعبان اهلا يا شعبان خير ايه ده ايه ده يا شعبان قصا الشعبان ايه ده يا ستك ستي انا ستي انا انجي انجي ايه ستي انجي مالك الف سلام عليك انتي ايه عندك صداع ولا ايه ايوا معليش شوية صداع الف سلام عليك الله يسلامك خير يا شعبان ايه الحاجات دي كلها لا دي شوية تموين كده لزوم المعيشة يعني عشان تش هيس انتي والعيال انا ما طلبتش هاتشاكس اقاص دي انا ما طلبتش حاجة وانا هستنكي لما تطلبي انا خلاص دلوقتي عندي مخ وبفهم وبعدين اتي من غير راجل وانا كل مفهومة يعني والجار للجار كتر خيرك بس انا مش عايزة حاجة وانا هستنكي لما تطلبي ده انا كل نظر مفيش اتفضل وانت ما جبتش حقار ايه صدق يا شعبان انت لا عندك لا دم ولا نظر واتفضل شيل الحاجات دي واطلع من غير مطرود يو يا ستة انجي انتي طبعك حامل علي كده ليه واحدة واحدة الكلام اخد وعطى انت ما جبتش قاكة ليه يا ستة كاك استني بقى دلوقتي ما انت شايفة شعبان شايف الباب اللي وراك ده الا شايفه ده انا اللي مركبه صح انت اللي مركبه ما تخبطش عليه داني هتديني المفتاح افتح على طول اطلاقا لا ابدا اعتبر البيت ده محجور محجور؟ اه محجور يبقى انقجاره واه شعبان انت بتقلش يا شعبان صح؟ شعبان موريني لما حكتك دي وانجر من هنا السعادي انت طبعك حامل كده ليه كلام اخده وعطى يا ستة انجي نا يا سيدي مش عايزة حد يبقشش عليك يبقشش ايه بس يبقشش ايه انجي ده ما تقبش كاكة استني كاكة ابراهام اسود عليك ابقشش ده انت لو طلبتي لبن العصفور اجيبهولك ونعمل بيه رزم عمر وناكله سوا 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 لا يا شعبان لسه هتجيب لبن العصفور وتعمله رزم عمر جيب لها كاكة احسن لا كاكة صعبة قوي بصراحة وبعدين كل ده يعني محبة اش معنى اش معنى يا شعبان بقولك محبة ارفعي دي عشان تسمعيني محبة طب انا هقولك على حاجة حلو قوي ايه رأيك ازبغلك شعري احمر زي كابتن ابراهيم سعيد ها؟ بلاش ايه رأيك ادهن للجسم كله ابقى برتقاني زي تامر هاجرس بلاش ايه رأيك بقى طولك شعري وربطولك كده بونيتيل زي الفنان اميل كرارة لا انا عندي فكرة احلى شعبان موريني يا ست الستات انا ممكن اعملك اهبة حبيبتك واعد عليك فطصك لحد ما تبقى شبهة كاكة اهبة؟ اه طيب استعذر انا اظهر جيد فطفين شو ناسب سلمان سلملي عليهاب اه سلمان علي ابو شكلك كاماليا كاماليا مالك في ايه؟ وفي رجالة كده في رجالة كده يدخل عليك ما يجيبش حتى كاكة عليش ايه الدوشة دي يا سامير؟ اينش بتتخانق مع مين تاني؟ الحمد الله مشكلة اظهر ان شعبان جاب خضار بايز ما عجبهاش فعصته وراحت ملبسهوله في وشه عمارة مجانين الواحد مش عارف يرتاح فيها ساعة واحدة بس تليش اروحي هطلع اشوف في ايه واجبلك كل خبر هتوحشيني كلام 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 بس ما باخدش منه غير كلام يلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة متروحشيني اشتركوا في القناة اللي ينفع ابعتلي رقمك في ميسج عشان الكلام عالفيس ما بيكونش معاية شكلها موزة اشتركوا في القناة